السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن أول سكشن في كورس الـ Practical Inorganic Chemistry الكورس ده كودو في الليحة الجديدة هيكون 0303 وفي الليحة الأديمة C103 أول حاجة هنتكلم عنها بما أننا طلبة لساعة سنة أولى وأول مرة هندخل Chemistry Lab معامل الكيمياء بتاعنا فلازم نتفق على قواياة ثابتة لازم كلنا نمشي عليها طول الترم هنتكلم عن أهم حاجة عندنا Safety Safety هي سلامتك تمام؟ أنك تدخل السكشن وتشتغل وتخلص التجارب بتاعتك وتخرج في سلام طيب يبقى إحنا دلوقتي أهم حاجة وده اللي هنحافظ عليه طول الترم هي Safety Rules هنبتدي نتكلم عنها ببساطة كده أول حاجة في قاعدة مشهورة اسمها Ramp يبقى First you must know about Ramp طب هي إيه القاعدة أو إيه الاختصار ده؟ الابريفيشن ده أو الاختصار اللي هو مكون من أربع حروف هم عبر عن الانيشيال لترس الحروف الأولية في أربع جمل مهمة الأربع جمل دول بيلخصوا اللي احنا المفروض هنعمله في السكشن بتاعنا أول حاجة Recognize the Hazard ال-R جاية من Recognize the Hazards يعني إيه Recognize؟ Recognize يعني لاحظ أو اتعرف على الهازرد الأخطار الموجودة في المعمل طيب بعد كده A جاية من Assess the Risk of the Hazards قيم مدى خطورة الخطر اللي انت شايفه ده ال-M جاية من Manage تمام؟ إن أنا هقدر أدير أو أعمل Control those hazards إن أنا أقدر أتحكم في الهازرد دي بحيث إن أنا أقلل خطورتها على قد ما أقدر وال-P هي Prepare to Respond to Emergencies يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي أي Emergency حصلت يعني حصل إن أنا عندي نار يعني حاجة لقطت نار في السكشن حصل أي ظرف المفروض إن أنا أكون متحضر إن أنا أعمل Respond يعني أستجيب لي وتصرف طيب ده باختصار Rules اللي إحنا لازم نمشي عليها في تفاصيل بقى لكل حاجة هنبتدي نتكلم عليها دلوقتي أول حاجة إحنا قلنا يعني نعمل Recognize للهازرد وأنا داخل Chemistry Lab مثلا إحنا منتكلم عن الكيميا طب إيه الهازرد اللي ممكن أي يكون في ال Chemistry Lab أول حاجة قالك الconcept بتاع الهازرد أو الdefinition بتاعه هو Anything that can hurt you or make you ill or cause damage أي حاجة ممكن تأذيك أو تسبب لك مرض أو تعب أو تسبب ضرر أين كان الضرر طيب ده باختصار معنى الهازرد طيب فيه إيه تاني؟ فيه Types of hazards فيه أنواع مختلفة للهازرد أول حاجة ممكن يكون Chemical Hazard وده الوارد ان انت هتشوفه عندنا في ال Section طيب ممكن يكون إيه للخطر ده؟ الخطر ده ممكن يكون غالبا في المواد اللي احنا بنشتغل بيها أن المادة بتاعتك ممكن تكون Toxic ممكن تكون Corrosive ممكن تكون Irritant ممكن تكون Explosive يعني إيه؟ يعني ممكن تكون مادة سمة أو مادة بتسبب تآكل أو مادة بتسبب تحيج أو مادة Explosive ممكن قابلا للإنفجار طيب ممكن يكون Physical Hazard ممكن يكون خطر فيزيائي زي إيه؟ ده أولاية اللي عندنا في ال Section شوية لكن هو ممكن نلاقيه في معامل مثلاً Physics هيكون أن فيه Noise أن يكون فيه دوشة تمام؟ أن يكون فيه Radiation أشعة دوره أكيد ال Biological Hazard الخطر ال Biological وده برضو مش عندنا في ال Section بتاعنا لكنه هيكون مثلاً موجود في Secational Microbiology أو Zoology إن إحنا يكون عندنا Biological Tissues أنسجة تمام؟ أو Biogenic Microbiology أو بنشتغل بـ Microbiology دوره نوع مثلاً بسجيني بـ Bacteria تمام؟ أو Virus Mechanical or Electrical Hazard ده ويرد أنه يكون متواجد في كذا معامل تمام؟ ده نتيجة استخدامنا للـ High Voltage Equipment يعني أن أنا بستخدم أجهزة تشتغل على التردد العالي في الكهرباء فده بيسبب لي Mechanical أو Electrical Hazard ممكن يكون فيه Psychological Hazard طب الـ Psychological Hazard ده هيكون إيه؟ إيه المشكلة أو الخطر النفسي ده ويرد برضو إن إحنا نشوفه في أي Section إن حضرتك مثلاً يتم تعنيفك وإنت شغال فتشتغل وإنت حاسس بضغط يبقى Being Under Emotional Stress إن إنت ممكن وإنت شغال تحت ضغط نفسي إن إنت ترتكب أخطاء فده لوحده مصدر للـ Hazard يبقى إحنا عندنا دلوقتي تكلمنا عن الـ Hazard بكل بساطة إيه هو الـ Hazard؟ إن هو أي حاجة ممكن هتضرك أو إن هي تسبب لك مرض أو تسبب تلفيات عموماً وعندي أنواع لها كتير ممكن تكون Chemical ممكن تكون Physical أو Biological Mechanical أو Electrical وأخيراً Psychological بعد كده إحنا بدأنا نتعرف على القاعدة بتاعتنا الرامب وفهمنا منها يعني إيه هازرد وإن فيه أنواع مختلفة للهازرد هنبدأ نتكلم على الـ General Lab Safety Rules اللي هي القواعد العامة اللي إحنا لازم نلتزم بيها عشان ندخل الـ Section بتاع الكيميا ونخرج من غير ما نسبب أي ضرر أول حاجة Work under proper supervision تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة أي أحد يلبس Contact Lenses يفضل أنه هو ما يلبسهاش داخل الـ Section لأنه ويرد أن أي حاجة تيجي في عيني وبنكون جنب الفليم وإحنا شغالين اللي هو النور بتاعتي فما ينفعش إن أنا ألبس Contact Lenses طيب لو حد عنده Long Hair Long Hair Must Be Tied الشعر الطويل برضو للبنات لازم إن هي تربطوه وترجعو الوراء تمام On the other hand You should wear your lab coat طبعا إحنا قلنا ما ينفعش تلبس إيه لكن لازم تلبس lab coat اللي هو البلطو بتاعنا ده حاجة أساسية في أدوات حضرتك الجوجلز اللي هي النضارات المعمل والسيوتبل جلافز والجلافز المناسبة للشغل بتاعنا تالت حاجة الفود الدرينكس السموكينج are not allowed inside the lab ما ينفعش ناكل ما ينفعش نشرب بالتأكيد ما ينفعش ندخن جوه المعمل طبعا لإن المعمل ده وارد إنه ها يكون فيه يكون فيه تلوث في أي مكان فيه على البنشات على الأدوات فما ينفعش إنه ناكل أو نشرب داخل المعمل طبعا keep your working space clean المفروض إن المنطقة اللي إنت بتشتغل فيها أو البنش بتاعك لازم يكون نديف وفاضي ما فيش أي حاجة فيه وقت الشغل لو إنت لابس سويتر وإحنا في الشيطة مثلا وفيه جاكت وقلاطة عشان تلبس البلط هنشيله في الأماكن المخصصة لي تمام وإشنة الضهر برضو اللي هي الباك باكز لازم نشيلها في الأماكن اللي إحنا هنتفق عليها في السكشن طيب بعد كده إحنا عرفنا إيه الجنرال جايدلاينز اللي إنت هتعمالها هتلبس إيه مش هتلبس إيه هتجيب معيك إيه طيب بعد كده هنبتدي في نقطة بقى مهمة بعد ما نبدأ شغل الكيميستري وإحنا شغالين أول حاجة أكيد هنتعامل مع الكيميكالز اللي عندي في المعمل وأكيد هنشتغل بيها فالشغل بتاعنا ممكن يتضمن تسخين فإحنا دلوقتي قدامنا عنوان بيقول handling and heating chemicals هنتعامل مع الكيميكالز إزاي هنعمل لها handling إزاي وهنسخن الكيميكالز لو إحنا اتطرينا نسخن إيه اللي إحنا لازم نعمله أول حاجة identify the hazardous materials اتعرف على المواد الخطر اللي موجودة في اللاب and never remove وما تشلش أبدا reagent bottles أي أزايز للكيميويات بتاعتنا من مكانها طيب بعد كده check the labels before using the chemicals حاجة تانية لازم نتأكد الأول من الاسم بتاع المادة اللي أنا هستخدمها من البوتل بتاحها ماينفعش أخدها أستخدمها direct من غير ما أشوف اللابل بالاسم and never وده أمر محسوم ماينفعش خالص never insert your dropper or pipet or spatula reagent bottles إحنا وارد إن إحنا نشتغل بـ reagent bottles تكون liquid أو إن إحنا نأخد ملح مثلا هيكون solid يعني إنت ممكن تشتغل بحاجة سعيلة وبحاجة صلب حضرتك هيكون معاك في أدواتك spatula هنعرفها اللي هي المعلقة بتاعتك دي هتاخد بيها الأملاح ممكن يكون معانا مصة في الأدوات وممكن يكون معانا اضطارة اللي هي الأضطارة البلاستيك حضرتك متستخدمش منهم ولا أي حاجة في ال reagent bottles اللي موجودة عندنا ومال هتستخدمهم في إيه؟ هتستخدمهم وقت الشغل الخاص بيك يعني ال spatula وإنت شغال في التجربة هتحتاجها ال dropper وإنت مثلا بتعمل solution بتخفف محلول أو بتعمل محلول ممكن تستخدمها لكن حضرتك هتلاقي البوطلز اللي موجودة عندك في المعمل لو هيا فيها solid فيها ال spatula بتاعتها ولو هيا فيها pipette هتلاقي فيها ال pipette بتاعتها طب ليه ما ينفعش ان انت تستخدم حاجاتك فيها؟ لأن الأدوات بتاعتك ما بيكونش 100% clean ما بيكونش 100% نظيفة وكمان بعد الاستخدام المتكرر بيكون عليها رواسب أو بوائي انت مش شايفها ومش عارفها فبمجرد ما انت تحط ال dropper ممكن تبوز ال reagent كله ودوات هيوقف شغل ال section بتاعنا طيب دلوقتي ثالث حاجة هنقولها Never return the unused chemicals to their bottles لو اتبقى معاك اي chemicals وانت شغال لو املاح بقية معاك ما ترجعش ال chemicals دي في البوطلز بتاعتها اللي انت اخدتها منها طيب امال هتعمل ايه؟ لازم اتخلص منها لان هي ممكن بردو تكون مصدر تلوث لال chemicals اللي موجودة عندنا في المعمل فلو كان معينا solid residue يعني الباقي معاك ملح solid ممكن هنرميه في التراش اللي هي البسكت العادية طيب لو انت معاك حاجة liquid او ملح بيضوك في المية وانت عارف ممكن نرميه فين؟ في الحوض تمام؟ لكن لو كان معايا organic liquid وحاجة انا عارف انها لها toxicity عالية او انها عضوية واشتغلت بيها مثلا في الهود هنرميها جوه الهود هنلاقي بسكت جوه الهود وهنعرف ايه الهود الهود ده مكان احنا بنشتغل فيه الشغل بتاعنا لأي تفاعل بيتطلع منه harmful fumes ان شاء الله هنشوف الهود ده وانحنا في السكيشن وهنعرف ان فيه reactions معينة ماينفاش تم غير داخل الهود رابح حاجة معينا هدا بنقول underluting an acid you must add it to water and not the opposite يعني ايه كلام ده؟ يعني حضرتك لو حبيت تخفف حمض لازم ان انت تضيفه للمية مش العكس مش تضيف المية للأسد طيب هو ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا ان الأسد ده hydrophilic ان هو محب للمية فاحنا لو حطينا الاسد وبدأنا نضيف المية لكن احنا مضيفناش المية كلها مرة واحدة تمام؟ فهيبدأ ان الاسد ده ينتشر او ممكن يعمل اه 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 او ممكن ان هو يعني هيعمل سينتشر حواليه فهينطر على الناس القطرات بتاعته وده طبعا مش صح ومش امن فاحنا لازم لما نيجي نخفف الاحماض نضيف الاسد مرة واحدة الكمية اللي انا عايز اخففها للميا مش العكس خامس حاجة بنقول on balancing or weighing لما نيجي نوزن balancing يعني نوزن weighing برضو الوزن never place the chemicals ما تحطش الكيميكالز بتاعتك اللي انت عايز توزنها directly on the balance على الميزان direct لو انا حامزن مثلا ملح صالد ما ينفعش اروح اجيب الكمية اللي انا عايز اوزنها واحطها الميزان على طول لازم هحط الواتش جلاس بتاعتي دي معنا في الادوات بتاعتنا اللي هي الساعة الزجاجية او اللي هي شكل الكوفر بتاع الساعة اكيد هتشوفوها في شنطة الادوات تمام او هنحط ورقة عادية تمام بطريقة معينة وبعد كده منشيل الوزن بتاعها من الميزان ونبدأ نضيف الملح على الورقة دي او على الواتش جلاس طيب برضو لو انا باوزن جاي معايا هيتد اوبجيكت يعني انا كنت مسخن حاجة واعيز اوزنها بعد التسخين ماينفعش ان انا اضيفها دايريكت على الميزان اللي هي الجسم السخط فاحنا اولا هتعمل مشكلتين عندك في الميزان المشكلة الاولى ان انت الميزان السنستيفتي بتاعته هتقل يعني الحساسية بتاعته هتقل فانت كده هتبوز الجهاز وتاني حاجة ان انت في قاعدة بتقول ان كل الاجسام السخنة بتبان اقل من وزنها فانت اصلا مش هتاخد accurate weight ان انت مش هتاخد وزن صح للكلام دا you should leave them to cool down وان احنا لازم نسيب زي ما احنا قولنا الاجسام السخنة او الاشياء اللي احنا نسخنانها النسبها من هي تبرد رقم 6 never look directly in the test tube especially if you are hitting ابدا يعني وحنا مسكين التستيوب ما تحاولش ان انت تقربها من عينك او ان انت تبص فيها مباشرة وكمان وحنا بنسخن هنعرف فيه طريقة للتسخين موينة هن اتفق عليها في السكشن العملي بتاعنا ان شاء الله اللي هو هنسخن بزاوية بحيث ان اتجاه التستيوب ما ينفعش ان هو يكون في عينك ولا في عين زميلك طيب never point the test tube during heating to your colleagues اللي احنا لسه اعلانها احنا ما ينفعش وانحنا بنسخن نعمل ايه؟ نوجه التستيوب للعين زميلنا او الواقف جنبك او ان احنا نبص فيها never heat flammable liquids on direct flame ما ينفعش على direct flame ده اللي احنا هنشوفه هو ده اللهب المباشر اللي عندنا احنا عندنا مصدرين للحرارة او اماكن للتسخين اما ان هو هيكون قدامك اللهب المباشر ده اللي هو هو البنزان فليم او ان هو هيكون عندك ال الهياتر اللي ها استخان الكهربه فالبنزان فليم هو اللي فيه uh direct flame او النار مباشرة ما ينفعش انحنا نسخن عليها ففي الحالة دي لو انت تطريت ان انت تسخن في لمباب الليكويدز وده مش هيحصل معنا في الكورس بتاعنا في سنة اولى يعني ممكن بعد كده حضرتك هتسخنوا على الالكتركل هيتر اللي هو تسخن الكهرباء اخر حاجة لا تسخن الكهرباء يعني ايه تسخن؟ ما ندقش الكهرباء ما ينفعش ان حضرتك تتزوق الكهرباء او اضع بايبت وما تحطش البايبت بتاعتك المصة بتاعتك في بقك في حالة انت شميت الكهرباء يعني ايه اخر جملة؟ الجملة الاخيرة دي بيقول لحضرتك فحالة ان انت شميت الكهرباء بتاعتك او فيه فيبرز ما تحاولش ان انت تستنشق انهال يعني تستنشق the fumes directly ان انت تاخد الاخيرة دي مرة واحدة ما ينفعش بعد كده طيب لازم برضو احنا في السكشن من السيفتي بتاعتك ان انت تكون عارف الامرجانسي بروسيدور يعني ايه؟ يعني لازم تكون عارف استعدادات الطوار اللي موجودة في السكشن او في اي مكان انت بتتواجد فيه يعني ايه واحدة واحدة؟ يعني انت هتكون في مكان المكان ده اي مكان معرض ان هو يحصل فيه حالة طوارق لازم بيستعدوا فيها على حسب حالات الطوارق اللي انت هتشوفها فاول حاجة عندي حاجة اسمها i wash fountain يعني ايه؟ fountain يعني نفورة ايه واي ووش يعني ان هتغسيل للعين ده لو حصل ان حضرتك لقدر الله اتعرض ان فيه كاميكالز دخلت جوا عينك هنعمل ايه؟ هو ده العلامة بتاعتها بتكون موجودة في المكان اللي فيه الاي ووش فاونتن طيب لو حصل حريقة يبقى انا محتاج ان المكان بتاعي يكون فيه fire extension اللي هي طفاية الحريق برضو بلاقي العلامة ده موجودة في المكان اللي هي فيه safety shower ان هو يكون مثلا لقدر الله حد جسمه لقط نار يعني جسمه كله او جزء منه فبينروح على safety shower ده بيكون موجود في اخر section وبنسحب الدرية بتاعته فالعلامة ده برضو هي علامة safety shower ال fire alarm box طبع احنا كلنا عارفين اللي هو البوكس اللي احنا بنطلق منه صفارة الانذار وده بيكون في الطرقة بتاعتنا برا عند المعمل عند باب المعمل ال fire blanket اللي هي البطانيات بطانيات اطفاء الحريق ده برضو ممكن نستخدمها لو حد لاقدر الله اعمل catching the fire لقط النار تمام بنجيبها وبنتفي بيها هي عموما الفكرة بتاعتها ان انت هتعزل الاكسوجين عن النار فبالتالي النار هتطفي يبقى هي ده فكرة fire blanket ودي العلامة بتاعتها وال evacuation routes اللي هي الاماكن بتاعت الخروج بتاعتنا من ال section if a chemical is spilled on your hands لو حصل ان القدر الله حصل ان في حاجة spilled 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 يعني تم كبها او سجبها لو في حاجة جات على ايدك تمام wash them for 10 minutes هنخسل ايدينا لمدة 10 دقايه يعني ايه 10 دقايه؟ يعني انا هحط ايدي تحت المية ومش هشيلها لمدة 10 دقايه also if it gets in your eyes هنستخدم زي احنا قولنا برضو لو جي ال chemicals go برضو بنستخدم eye wash fountain وبفضل اجريها المية على عيني لمدة 10 دقايه don't try دي حاجة مهمة جدا لازم keep in mind لازم نفضل فاكرانها على طول don't try to neutralize as spilled acid or base لو لو قدر الله في حالة ان انت المادة اللي انت واقعت على ايدك كانت acid حمض او قعدة ما تحاولش ان انت تستخدم زكائك وان انت مثلا نسي تحط على acid base فانت كده هيبقى neutral فكده مش هيحصل لك حاجة فانت كده عدلتهم او ال base تحط له acid وتعدله ما ينفعش نحط على ال skin بتاعنا على الجلد بتاعنا نعمل تفاعل كيميائي احنا بنخفف اي حاجة واقعت على ادينا بالمية او دخلت في العين اللي قدر الله بعد كده ثالث حاجة في ال emergency بتاعتنا في ال emergency procedures clean up any spills اي حاجة وقت منك على البنش او حواليك around you عموما لازم ننضافها ما كاننا am broken glass wears لو في حاجة تكسرت بشكل صعب وانت مش هتعرف تلمه انت بس بتبلغ عامل النضافة اللي موجود في ال section او بترجع للمشرف بتاعك وهو بيجيب عامل النضافة if your hair or clothes catch up fire لو حصل لقدر الله ان الشعر او الملابس لقطة النار get directly to fire blanket زي ما احنا قولنا بنروح هذا طول على fire blanket اللي هي بطانية اطفاء الحريق او fire extinction او طفاية الحريق then get proper medical attention وبعد كده بنروح العيادة عشان نشوف ايه اللي حصل ينفع نعالجه ازاي احنا اتكلمنا عن ال hazard وانواحها اللي هي الاخطار اللي موجودة وانواحها سواء في اي معمل احنا بنشوفه واتكلمنا بعد كده عن general safety rules القواعد اللي احنا هنمشي عليها هنلبس ايه مش هنلبس ايه ممنوع ناكل الحاجات اللي لازم نجيبها معايا البلط والادوات تمام بعد كده بدأنا نتكلم عن ال emergency procedures انا عايز اعرف انا ايه اللي هخرج من المكان ده ازاي بعد كده بقى هنبدأ نتكلم عن الاخطار اللي جوه بتفصيل شوية فاول حاجة هنتكلم عنها هي roots of exposure to hazards يعني ايه roots يعني طرق exposure التعرض للاخطار اللي هي وردة ان هي تكون في السكشن بتاعنا حضرتك ويريد ان انت تعمل inhalation ان انت تستنشق مادة سواء المادة دي كانت solid وبيطلع ليها غبار بسيط في الجو فانت شميته سواء المادة دي كانت liquid volatile يعني متطيرة في الجو او انت كنت بتسخنها فشميت الفيبر بتاعها تمام او ان هي كانت اصلا جاز وحصل ان هو اتحرر من reaction او من bottle كانت مقفولة فده طريقة التعرض ليك او الorgan العضو اللي في الجسم اللي هيتدار في حالة inhalation هيكون longus اللي هم بقى الرئتين طيب ايه ممكن تاني نتعرض للكيميكالز في المعمل ازاي ان يحصل حاجة اسمها direct contact ان يحصل spelling زي ما احنا قلنا ان فيه حاجة تتكبه على ايدك ممكن تكون liquid ممكن تكون solid فده ممكن هيجي على skin لو وقع على ايدي تمام او على اي جزء من جسمي او او ال eyes او دخل جوه العين مباشرة يبقى في direct contact وارد ان هو يجي على skin او يدخل في ال eyes طبعا واحنا مقللين the chances الفورس بتاعت الاصوابه للجزء كبير من skin بدليل ان احنا قلنا هنلبس shoes مقفول safety تمام وهنلبس lab code بتاعنا ومش هنلبس shorts ولا اي حاجة فانت اللي هيكون مكشوف من ايدك هو ايه او من جسمك هو الايد والوش تمام طيب والوش برضو جزء كبير منه احنا هنفضل ملتزمين بان احنا نفضل لابسين الجوجلز بتاعتنا النظارات بتاعتنا فهنحمي جزء كبير من وشنا واهم حاجة هنحمي عيوننا طيب تالت طريقة ممكن ان انت تتعرض فيها للكيميكالز داخل المعمل عندنا ان انت يحصل انجشن يعني ايه انجشن انجشن يعني البلع ودوت عن طريق الموس عن طريق الفم طب ازاي هبلع كيميكالز عن طريق الفم وانا في المعمل اكيد يعني انت مش مركز لدرجة ان انت هتاكل كيميكالز احنا نوهنا في الاول ان احنا ما ينفعش ناكل او نشرب في السيكشن ده نتيجة ان المكان بيكون فيه اثار من الكيميكالز بتاعتي فالكيميكالز دي وارد ان حضرتك لو دخلت اكلت ان هي تيجي في الاكل وتعمل كونتميناشن للاكل وبالتالي حضرتك وانت بتاكل او انت بتشرب بتيجي معاك بتدخل في الاول الروت اللي هو طريق الفم طيب رابع طريقة ممكن ان انت تتعرض فيها للكيميكالز عن طريق الانجشن يعني انجشن من اسمها هي الحق اكيد مش هتحقل نفسك بالكيميكالز لكن وارد ان حضرتك برضو تستخدم ميدل ابرة زي دي اتفتحت في وجود في مكان مش نضيف او مكان فيه كيميكالز وتاخد بيها الدواء بتاعك فبالتالي انت دخلت الكيميكالز جوه جسمك لتدمه مباشرة عن طريق الانجشن اللي هو الحق طيب انا لقدر الله اتعرضنا لاي حاجة من زي او الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي الاربع طرق لازم يكون فيه hazard exposure limits يعني مش كل حد بيتعرض للكيميكالز باي طريقة من دول بيحصل ان هو يمرد او ان هو يتعب او ان هو لقدر الله يموت لا فيه limits فيه حدود فيه معايير احنا حطينها او هي محطوطة عالميا بتقيم خطورة الموضوع اللي انت اتعرضت فيه يعني نعرف هو خطر ولا لا نروح للمستشفى ولا لا طب ازاي اول حاجة قالك هنقسمها لحكتين يا اما ان انت حصل لك exposure by inhalation يعني ان انت استنشقت الكيميكالز ازاي ما احنا قولنا ممكن نستنشق دست الغبار بتاع مواد صلد ممكن نستنشق فيبر اخيرة سواء للجازز دايريكت او لفولاتايل ليكويدز ممكن نتعرض لاي حاجة في الانهليشن فاحنا هنتكلم عن معايير الخطورة لو انت استنشقت الكيميكالز اول حاجة اول معيار محطوط اسمه ليسل كونسنتراشن 50 وده بنختصره بلسي وبحط الففتي سبسكريب تحت كده بكتبها تحت الففتي تمام بحطها اسمها ايه اسمها ليسل كونسنتراشن 50 يعني ايه ليسل كونسنتراشن 50 اول حاجة كلمة ليسل معناها مميد كونسنتراشن يعني تركيز 50 يعني خمسين طيب عايزين نفهم المعنى قال له حضرتك ان ليسل كونسنتراشن ده بتعبر عن the concentration اللي هو التركيز of a chemical من المادة الكيميائية needed to cause this ان هو محتاجه ان هو يسبب موت 50% 50% of the test animals ايه ايه كيميكالز اي حاجة بيتم اصدارها من شركات بتاخد تصريح ان هو يتم تداولها في الاسواق لازم ان هي يكون عدد بمرحلة اختبار في المعمة بيختبروها اكيد طبعا على the test animals ماينفعش ان احنا نختبرها على الانسان direct طيب فهو بيقول لحضرتك احنا بنتكلم عن دلوقتي حاجة اسمها ليسل كونسنتراشن 50 يعني ايه ده الكنسنتراشن اللي انت محتاجه من المادة الكيميائية to cause ان هو يسبب the test of 50% هيموت نص test animals اللي موجودة عندك اللي هي حيوانات الاختبار انت when they exposed لما يتعتم تعرضهم للكيميكال باي انهلايشن روت عن طريق الاستنشاق طيب ايه الليمت التاني او ايه اليونت التانية اللي احنا بنتكلم فيها في الانهلايشن في الاستنشاق اسمها ليسل كونسنتراشن لو يعني انا هغير الفيفتي وهخليها لو وبنرمز لها بالكابتل والسيسبول والسبسكريبت اللي هو الال او طيب ايه ده بقى ايه الفرق ما بين الاثنين دول هما بيقولك ان التعريف بتعليس الكونسنتراشن لو هو اللوست كونسنتراشن هو اقل كونسنتراشن او في الكيميكال من المادة الكيميائية needed to kill محتاجينه عشان نقتل به one human يموت انسان واحد او one animal او حيوان واحد when it exposed to the chemical by inhalation برده لما يتم التعرض للمادة الكيميائية عن طريق الاستنشاء يبقى ثاني احنا اتكلمنا دلوقتي عن الطرق لتعرض للمواد الكيميائية وبعد كده بدأنا نتكلم عن الليمتز بتاعتها ايه احكم ازاي ان الحالة دي خطر او ان هي سامة او لا الليمتز بتاعتها الليمتز بتاعتي لإكسبوجير باي انهيليشن واتكلمت فيه عن معيارين حاجة اسمها LC50 وLCLow تمام؟ وبعد كده الثلاث طرق التانيين اللي هيا كانت direct contact او injection او اللي هما اللي هما التلاتة اللي قبل دول اللي هو direct contact و injection و injection هنتكلم عنهم لمعيار تاني المعيار بتاعهم اللي هو اللي هو little dose 50 يعني احنا هنغير كلمة concentration هنخليها little dose جرعة تمام؟ و little dose low اللي هي بدل concentration برضو هنقول dose يبقى ده ايه؟ دي المعيارين A و B بتوع الاكسبوجير التعرض باي اني روت باي طريقة other than غير الانهيليشن احنا اتكلمنا عن اربع طرق في الاول احنا لسنا قيلين لا الانهيليشن الواحده لي two limits لكن بقيت الطرق كلها طرق التعرض للكيميكالز ليها two limits تاني واحد اسمه leasal dose 50 طيب احنا عرفنا يعني ايه 50 اول ما نشوف 50 هنعرف معناها طيب لكن الاختلاف كان في الدوز تعالوا نشوف التعريف بنقول the dose of a chemical needed to cause this of 50% of test animals يعني ايه برضو those يعني الجرعة المحتاجينها من الكيميكال to cause انها تسبب this موت 50% من التستانيمالز من حيوانات الاختبار when they exposed to the chemical by any other root لما يتم تعرضهم للمادة الكيميائية باي طريقة اخرى غير instant shock طيب the least dose low ld 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 هنا the minimum amount الاقل كمية من chemical من المادة الكيميائية needed to kill one human محتاجينها عشان نقتل بها انسان or animal when it exposed لما يتم تعرضه للكيميكال برضو عن طريق a by any other root than inhalation باي طريقة اخرى غير instant shock طيب نخلي في بالنا في معلومة كده او نحاول نربطها في ذهننا ان احنا كل مقيمة lc50 او ld50 increases تزيد كل مقيماتهم تزيد للمادة اللي احنا نتكلم عليها ايا كانت هي ايه ده معناه ان هي more safe يعني ايه مثلا ld50d القيمة بتاعتها هي ميلي جرام لكل كيلو جرام من الكتلة الحية اللي هي بيتم تعرضها للدواء يعني ايه عدد الميلي جرامات اللي دخلت لكل كيلو من الانسان اللي احنا بنختبر عليه او من الحيوان اللي بيتم الاختبار عليه يعني مثلا لو عندي دواء خمسة ميلي جرام في وزن شخص سبعين كيلو ودواء تاني ld50 بتاعته عشرة ميلي جرام لبردو لنفس الشخص للسبعين كيلو مين فيهم اخطر على صحته الاخطر هو الرقم الاقل اللي هو الخمسة ميلي جرام لكن كل ما احنا زدنا في القيمة كل ما بقى اقمن طب يعني ايه كلام دو وردو يعني حضرتك وانت في المعمل ورد بالخطأ ان انت مثلا اكلت ووقع كيميكالز على الاكل بتاعك وانت اخدت بالك من التاست من الطعم وبعد كده رميت الاكل ده فانت مش هتستمر في ان انت تاكل الاكل ده الكيميكال ده بكمية كبيرة جوا جسمك المشكلة في المواد اللي السمية بتاعتها فيه كميات قليلة جدا لان انت وارد تتعرض لكمية قليلة بالخطأ ففي الحالة دي المادة دي هي اللي بتكون خطر على الصحة اكتر يبقى تاني كل ما قيمة الـ LC50 او الـ LC50 زايدت معناها ان المادة دي امنة اكتر في الاستخدام طيب بعد كده هنتكلم على الـ Hazard Rating System برضو احنا بنتكلم دلوقتي قلنا من شوية ان كل شركة او كل مصنع بيطلع منتج او كيميويات من عنده ماينفعش المنتج ده يتم التصريح به للعمل او التداول بسهولة لازم يعدي بمراحل من المراحل برضو اللي بيعدي بيها ان هو لازم يتم الـ Hazard Rating System يتطبق عليه يعني ايه؟ يعني فيه سيستم محطوط لتقييم الاخطار لازم يكون فيه المنظر اللي انت شايفو ده موجود من ضمن البيانات اللي موجودة في الـ Chemicals اللي انت بتشتريها الكيميويات اللي احنا بنشتريها لازم يكون عليها لابر فيه العلامة دي طب هو ايه العلامة دي احنا لازم نفهمها اول حاجة احنا عندنا مؤسسة او منظمة اسمها National Fire Protection Association بنختصرها بالـ NFPA تمام؟ وهي design عملت ايه المنظمة دي؟ النهاية دي اللي هي المنظمة بتاعت المكافحة الحرايق مكافحة والحماية من الحرايق دي منظمة عالمية عملت نظام design the colored system نظام ملون بالالوان To explain the hazard عشان يوضحوا الـ hazard الأخطار You can find اللي انت ممكن هتلاقيها فين بقى في الـ material safety data sheet اللي هو الـ sheet اللي بيجي الملف اللي بيجي او الفايل اللي بيجي اللي هو بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه الاخطار بتاعت المادة بتاعتنا بنختصره بالـ MSDS اللي هو الـ material safety data sheet Oral SDS safety data sheet على طول طيب ايه الالوان و ايه الـ system اللي هي عملته؟ هم حطوا اربع الوان بس وكل لون منهم ليه معنى؟ اول حاجة هنعرف ايه هم الاربع الوان و ايه معنى كل لون اول حاجة اللون الـ red هو عبر عن اللي بيعبر عن اللي هي قابلية الاشتعيل واللون الـ yellow الـ blue بيعبر عن الـ reactivity اللي هو مدى فعالية او الـ الـ reactivity النشاط بتاع المادة دين هي ممكن تكون مادة نشطة جدا طيب الـ blue دوت بيعبر عن الخطر الصحي بتاعها health hazard اللي هو خطرها على الصحة والـ white specific hazard اللي هو الخطر المحدد يعني فيه خطر مش وارد انه هو يكون موجود في كل الناس او في كل الـ chemical فهو هيكون موجود في مادة لكن في المواد التانية مش هيكون موجود يعني دي نقطة اختلاف ما بين المواد كلها لكن الثلاث الوان دول سبتين الأحمر قبليتها اللي نشتعيل الأصفر مدى نشاط المادة الـ blue خطرها على الصحة و أخيرا الـ white اللي هو specific hazard اللي هو خطر محدد طيب تعالوا بقى نبص هنا هو بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن diamond shape شكل كده اللي هو شكل السنبوسك ده و متقسم لأربع مربعات أول مربع مثلا هنتكلم عنه هنا اللي هو اللون الأحمر زي ما احنا كتبين اللون الأحمر ده عبارة عن ايه؟ عن fire hazard اللي احنا قلنا flammability قابلية الاشتعيل اللي هو خطر النور طيب الـ system ايه بقى؟ يعني ايه رقم اتنين؟ خلاص احنا عرفنا الأربع ألوان بتوع ايه؟ طيب هصنف درجة خطورة كل مادة عن طريق رقم طيب نبص كده لو كان zero will not burn مش هيتحرق خالص يعني احنا لو كتبنا هنا zero يبقى المادة دي مش هتتحرق خالص لو كانت واحد هتتحرق بس عند اعلى من 200 Fahrenheit لو كانت اتنين هتتحرق تحت 200 Fahrenheit خلي بالك احنا بنقلف الأرقام ثلاثة هتشتعل عند أقل من 100 Fahrenheit أربعة عند كم؟ ثلاثة وسبعين Fahrenheit أقل منها يبقى كل ما الرقم زاد كل ما مادة الخطورة زادت يعني اتنين ده من معنى ده انه هو هيتحرق عند أقل من 200 Fahrenheit يبقى لازم حضرتك تشيله في درجة حرارة أقل من 200 Fahrenheit بكتير عشان ما وصلش لدرجة اللي اشتعل بتاعته فيشتعل ويسبب لي انفجار أو أي مشكلة طيب بعد كده reactivity النشاط مدى فعالية أو نشاط المادة ممكن تكون المادة نشطة جدا فما ينفعش ان انا اسيبها تتعرض لظروف الجو العادية او ان انا عمل لها ستورينج اخزنها في أي مكان نفس الكلام reactivity بياخد المربع للونه أصفر لكن بيتم تصنيفه عن طريق ايه بقى عن طريق الأرقام نبص كده zero يعني stable يعني ده هتفضل يعني المادة سبتة مهما عملت فيها او خزنتها هنا واحد معناها ان هي unstable fitted يبقى هي خطر لو جات جنب مكان سخن او تم تسخنها اتنين هتكون violent chemical change هيكون في تفاعل او تغيير كيميائي صعب تلاتة ممكن تعمل صدمة وحرارة تولد صدمة وحرارة والنهاية جيتونات النهاية ممكن يتم انفجار تمام او النهاية حتى تدمر يبقى احنا هنا هنلاقي ان كل ما الرقم برضو زاد كل ما الخطورة زادت طيب رقم ثلاثة اللي هو المربع الثالث هنتكلم عنه نفس الكلام هلاقي انه بياخد number هلاقي ان الزيرو بعد كده يعني ضار او خطر بس على كمية صغيرة اتنين بقى خطر فعلا ثلاثة يعني خطر اربعة بقى مميت يبقى برضو نفس الكلام كل ما الرقم قمته زادت كل ما الخطورة هتزيد يبقى نلاحظ ان الثلاث مربعات دول اللي هو في الشكل الديموند بتاعي بياخدوا ارقام وكل ما الرقم زاد كل ما الخطورة زادت طيب بعد كده اللي هو المربع الابيض بيكون وده ما بياخدش رقم بياخد رمز اوكسي يعني ايه او ال او اكس واي لما تكتب معناها ان المادة دي اوكسدايزر يعني مو اكسدة يعني انا ماينفعش اسيبها جنب اي حاجة لان هي ممكن تاكسد المواد اللي حواليها طيب اصد ان هي مادة حامدية ال كي اللي هي اكلي ان هي مادة قاعدية سي او ار ان هي مادة كروسف مسببة للتاكل فماينفعش اسيبها جنب اي حاجات ممكن تسببلي فيها خطر او جنب معادن طيب ال W فيها شرطة اللي هي use no water ماينفعش ان احنا نقرب مية جنبها زي مثلا تفاعلات الصوديوم احنا عارفين ان هو ماينفعش يجي عند مية طيب اخر حاجة اللي هي radiation hazard ان هو فيها خطر اشعيع هنتكلم بعد كده على تصنيف الاخطار او الكيميكالز بتاعتي خطورة المواد الكيميائية بتاعتي احنا كمعمل chemistry اول حاجة عندي general classification اللي هو التصنيف العام وعندي بعد كده هنتكلم عنه الوشا classification هنعرف يعني ايه اوشا اول حاجة الـ ان المادة دي ممكن تكون توكسيك بتاخد العلامة بتاعتي الجمجمة والكروسبونز اللي هي العظمتين المتقطعتين والجمجمة دي معناها ان المادة سمى ودرجة سمية المادة ممكن تختلف ممكن تكون مادة سمى بدرجة معينة وممكن تكون هايلي توكسيك ان هي السمية بتاعتها عالية جدا طيب ودي اي مادة ممكن تسبب لحضرتك مرض طيب الكروسب الكروسب هي المادة اللي بتاكل يعني متأكلة المادة اللي بتعمل التاكل ده ممكن تأذي الماتوريال ممكن تأذي البنشات ممكن تأذي كتاب حضرتك ممكن لو اسد وقع عليه يكل في الورق وبرضه ممكن يأذي كسم حضرتك او ايد حضرتك لو وقع على الجلد مباشرة يبقى دي المواد الكروسب ودي اللوجو بتاعتها او العلامة بتاعتها طيب الفلمبل ان هي ممكن تكون المادة قابلة للاشتعال زي ما احنا قلنا ممكن يكون غاز مضغوط داخل استوانة قبل الاشتعال او من ممكن يكون هوا قبل الاشتعال فده من ممكن نقول عليه ايه اللي هو الفلمبل او طيب ممكن تكون المادة دي اكسبلوسيف احنا شايفين حاجة كده زي كنبيلة وبتنفجر ان احنا مينفعش نقربها من نار او درجة حرارة عالية عموما لان ممكن الكنتينير بتاعها ده ينفجر وتسبب لي مشكلة ان ممكن تكون المادة نشطة زي ما احنا قلنا فالعلامة دي هنا هو بيقولك وممكن بردو نلاقي العلامة دي عبارة عن حرف هنلاقيه وفي تستيوب كده معناها ان المادة دي ري اكتف عموما لكن هنا دي اكتر انتشارا اللي هو حرف مع الفليم ده اللي هي ان المادة دي بتاعتها النهية او عامل مؤكسد بعد كده اللي هو تاني حاجة اللي هي الاوشا يعني ايه اوشا اوشا دي زي الان اف بي اي برضو منظمة بس هنا دي بتختصر ايه اوكيبوشنال سيفتي ان هيلس ادمينستريشن اللي هي منظمة الصحة والسلامة المهنية طيب دي صنافت الاخطار بتاعت الكيميكالز عن طريق تصنيف تاني يمكن اطول شوية هنلاقيه هنا عندي اول حاجة ان هما ممكن يكونوا شايفين المادة كارسينوجين يعني ايه كارسينوجين يعني مادة مصرطنة وده بيكون المنظر بتاعها العلامة بتاعتها وبنقول انها الماتيريال which cause or potentially cause cancer انها مادة اللي ممكن تسبب ايه ممكن تسبب سرطن corrosive that cause visible destruction of or irreversible alteration يعني ايه مادة corrosive احنا لسه ايدانها من شوية هي اي مادة بتسبب ضمار او تدمير باين وانه هو بيكون irreversible يعني ماينفعش ان احنا نتعالج منه بيسيب اصل ما بيختفيش مية في المية في سواء كانت living tissue لو احنا قلنا واقعت على الايدين لقدر الله اهيه الصورة او ان هي واقعت على حاجة تانية عملت لها physical destruction ضمارتها تمام في المكان اللي هي واقعت عليه طيب ممكن تكون المادة irritant يعني ايه irritant يعني مادة مهيجة طيب اللي هي ايه بقى بتعمل reversible هنا مش irreversible لا هنا ممكن نتعالج منها المواد المهيجة ان هي بتعمل التهاب effect on living tissue عند المكان اللي هي بتقى عليه وديه العلامة بتاعت المواد irritant يعني بيلاقي العلامات دي موجودة على material safety data sheet اللي احنا اتفقنا عليه بلاقي فيه العلامة دي اعرف على طول ان المادة بتاعتي دي ايه irritant ان هي ممكن تسبب تهايك ميوتجن يعني ايه ميوتجن يعني ان الماتريال بتاعتي damage الكروموسومز بتدمر الكروموسومات بتاعتي في ال dna فممكن تعمل genetic mutation بتعمل طفرة جينية تمام طيب السنسي تايزر يعني ايه السنسي تايزر السنسي تايزر السنسي تايزر دي الكيميكال اللي ممكن يسبب لك رد فعل تحسسي allergic reaction in a substantial number of exposed people يعني بيبقى ده مش عند شخص واحد مثلا فيه ناس بتبقى درجة الحساسية بتاعت جسمها عالية فده هيكون حالة exceptional لكن المادة اللي بيتم تعرف عليها انها سنسي تايزر عموما لازم تكون بتسبب ده على عدد كبير او لبأسة به من الناس طيب اخر حاجة او في ال items هنا في ال page دي انه هو تيتراتوجين يعني ايه تيتراتوجين يعني المادة الكيميائية دي ممكن تسبب الفيتس ديفورميشن تشوه في الجنين او بريس ديفكت او عيوب خلقية فدي طبعا ما ينفاش ان اي بريجننت اي اي سيدة حامل ان هي تستخدم الكيميكالز دي برضه عندي تصنيف اللي هو على حسب ال target organ يعني ايه على حسب ال target organ ان في القوشة بيصنفوها على حسب العضو اللي هيتم اصابته داخل الجسم يعني يصنفوا المادة كيميائية ده تصنيف عميق اكتر انه هو هيبدأ يشوف العضو اللي المادة دي اثارت عليه ويبدأ يتكلم عنه اول حاجة ال cutaneous hazards ان انا ممكن يكون عندي خطر ان المادة دي تعمل damage في السكن فمنقول عليها cutaneous hazard cutaneous دي بلاتيني اللي هو ال guilt تمام ال eye hazard ان هي ممكن تعمل damage في ال eye hepatotoxic ان هي ممكن تعمل damage في ال liver اللي هي المقطع بتاع الهيباتو ده جاي من ال liver neurotoxin دي ممكن تعمل المشكلة في nervous system فان هي بتأثر على الخلايا العصبية reproductive toxin ان هي بتأثر على الاجهزة التنسولية عموما او الجنين طيب البلمونوري toxin البلمونوري اللي هي جاي من ال lungs فده اكيد هيؤثر او هيعمل ضرر للرئتين الهيماتو بوتك الهيماتو بوتك كلنا طبعا عارفين اللي هي مجلبان فالهيمة ده اللي هو الجزء ده جاي من الدم فده بيعمل damage لل blood النفرو توكسيك النفرو توكسيك دي اللي هي damage the kidneys يبقى التصنيف ده برضو على حسب target organ العضو اللي الكيميكال ده بيأثر عليه طيب صنفوا برضو المواد توكسيك خلوها توكسيك وهيلي توكسيك زي ما احنا قلنا طيب فصنفوها بناء على ايه لو توكسيك ال LD بتاعك ال little dose بتاعتك هتكون من 50 ل 500 كمام ميلي جرام لكل كيلو جرام وده عن طريق ايه عن طريق ال or يبقى احنا قيلين اي other root other than او اي root تانية هنتعرض بيها للكيميكال صغير ال inhalation بنديها ال LD يبقى ال LD عن طريق ال oral عشان اقول على مادة توكسيك بتكون قيمته في حدود من 50 ل 500 طيب ال LD لو كانت قيمته من 200 ل 1000 وانا بتعرض لي عن طريق ال skin برضو المادة دي هتكون توكسيك طيب ال LC ده اول ما نشوفه نعرف ان احنا نتكلم عن مين عن ال inhalation الاستنشاق وده هيكون في حدود من 200 ل 2000 اللي هو جزء في المليون وده برضو هقول عن المادة دي في الحالة دي توكسيك طيب ال highly toxic اكيد زي ما احنا اتفقنا لازم قيمة ال LD تكون اقل من هنا احنا اتفقنا ان 500 بتزيد كل مقيمة ال LD وال LC تقل طيب هلاقي هنا highly toxic لو عن طريق ال oral هتبقى اقل من 50 ميلي جرام لكيلو جرام هنا لأ كان عندي من 50 ل 500 يعني اكتر هنا ال LD في حالة ال skin بتكون اقل من 200 ميلي جرام لكل كيلو جرام وبرضو هنا هنشوف المنظر ده هنا انه هو اقل الرقم اقل هنا ال LC اللي هو عن طريق ال inhalation برضو بتكون اقل من 200 وبردو ده اقل فاي مادة بينطبق عليها قيمة ال LD وال LC في ال range ده اللي هو اقل من 50 او اقل من 200 بنقول عليها highly toxic هنشوف هنا دلوقتي دي عندنا في الكتاب طبعا العملي بتاعنا احنا بنرجع له في كل حاجة هنلاقي عندي هنا ال common laboratory tools اللي هي الادوات الشائعة اللي انت هتشوفها اكتر حاجة طبعا ده ما يغنيش عن بقية الادوات هنشوف هنا الكاز بتاعنا او ال peeker وهنلاقي هنا الفلسك بتاعتنا هنلاقي ال graduated slender هنلاقي التستيوب و التستيوب holder برضو الكراسب الممكن هنشوفها ده اسمه المؤسس اللي بيتشال بيه الكراسبول الكراسبول دي اللي هي البوتقة هنلاقي اللي فيه stand ان فيه حامل بنسبت عليه تمام ممكن نسبت عليه اللي هو المثلث ده بنحط عليه الحاجات عشان نعرضه ل ال direct flame هنشوف ان فيه برضو الفانل بتاعنا ده برضو من الادوات المهمة ال watch glass اللي هي الساعة الزجاجية اللي احنا قلنا عليها دي اكتر حاجات انت هتشوفها في ادواتك الترم ده والدروبر او ال pipe اللي اتنين هتشوفهم برضو الترم ده دي اكتر الحاجات الشائعة اللي انت هتشوفها طبعا في الكتاب هتلاقي examples كتير اكتر من كده ترجمة نانسي قنقر